بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعده فإن حسن العشرة وحفظها من الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة التي حثنا عليها ديننا الحنيف وأمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك دأب الصالحين الأولياء الأصفياء الأنقياء قال ربنا تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من آتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتمون وقال كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن يحسنون العشرة كان نعم الأب ونعم الزوج ونعم الصاحب ونعم الجد كان صلى الله عليه وسلم رائعا في عشرته مع زوجاته ومع بناته ومع صبطيه بل والأحفاد والأصحاب انظر كانت تأتيه مرأة عجوز في عهد السيدة عائشة رضي الله عنها فكان يقوم إليها ويكرمها ويحسن إليها ويزيد في الإحسان والعطاء فلما سألته أمنا عائشة عن ذلك قال كانت تأتينا في زمن خديجها وإن حسن العهد من الإيمان انظر إلى جمال الحبيب صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل يخطب على منبره فارا صبطيه الإمام الحسن والإمام الحسين يتعثران في المسجد فينزل من على المنبر ثم يأخذهما ثم يصعد إلى منبره ليكمل الحديث صلى الله على حضرته وكان يحمل الحفيدة أمامه على يديه ويصلي فإذا سجد وضعها بنت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ثم بعد ذلك يحسن العشرة مع الأصحاب ومع الأحباب بل ومع المخالفين في أحداث الطائف آواه رجل يسمى المطعم ابن عدي قال في غزوة بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا وحدثني فيهم لتركتهم له يقصد الأسرة انظر إلى جمال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الانتقام ولا إلى القتل وسفك الدماء وإنما ينظر بعين الرحمة لأن الذي رباه وأدبه خاطبه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله هو الذي علمنا ونسير على نهجه ودربه مع الصالحين من عصى الله فينا نتق الله في أحسن حتى إلى من أساء إليك أحسن فإن الإحسان يبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق إن الله تعالى أمرنا بالإحسان وهو مرتبة أعلى من الإيمان ومن الإسلام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين انظروا إلى صفات المتقين قال ربنا تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظاء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أخي وأختي إننا نحتاج إلى حسن العشرة ونحتاج إلى إظهار الجمال في الناس ومواطن الجمال وأن نبتعد عن القبح وعن ما يأخذنا إلى الحزن والهم والغم إنما نحتاج إلى توصيف الجمال وهذه الأوصاف تحتاج إلى قلب سليم وعقل جميل والنفس الصافية وفروسية الروح وهذا يتأتى للمؤمن الذي تعبد لله فصام وقام وصلى وفرح بالعيد وذهب إلى ربه ويتمنى أن يذهب إلى رحاب بيت الله الحرام ليقف على جبل عرفات سأل الله تعالى بحسن عشرتنا مع بعضنا أن يرزقنا جميعا وقوفا على جبل عرفات وأن يكتب لنا حجا مبرورا إلى بيته الحرام كان إمام الدعاة الشعروي رضي الله عنه ورحمه الله يقول ربما يأتيك الخير لأنك تمنيته لغيرك املأ القلب بالسلام أحسن العشرة أحسن الكلام لا تتحدث إلا بالكلام الطيب انظر إلى المستقبل المشرق صناعة المستقبل تحتاج إلى عقلية فارقة تصنع المستقبل بحسن الكلام وبحسن العشرة وأحسنه إن الله يحب المحسنين اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم